يقول كيف يكون العلاج بالقرآن وهل يجوز الذهاب للساحر من أجل فك السحر العلاج بالقرآن بالرقية بأن يقرأ على المريض وينفث عليه يقرأ وينفث على المريض أو يقرأ في ماء ويسقيه للمريض هذه الرقية بالقرآن وأما السحر فلا يجوز عمله لا للعلاج ولا لغيره لأنه كفر يجوز للإنسان يكفر علشان يتعالج لا هذا ما يجوز لا يكفر وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر تعليم السحر وعمل السحر كفر لا يجوز لا للعلاج ولا لغيره والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تداوى ولا تداوى بحرام والشرك من أعظم الحرام والسحر من أعظم الحرام لا يجوز التداوي بالسحر والله أغنى المسلمين بالحلال بالدواء الحلال ما أنزل الله داءا إلا أنزل له دواءا علمه من علمه جهله من جهل دواء مباشر نعم